حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل إلي فأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى قال ثم أتخطبطه فأتم آخرها